ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبات وطالبات الصف الثاني الثانوي. ان شاء الله هنبدأ معكم الحلقة التانية ان شاء الله. احنا كنا وقفنا عند نموذج ايه دالتون. هنبدأ النهاردة رقم خمسة بالترتيب. ونراجع للحلقة الماضية. نموذج نموذج زرة تومسون. الفكرة الاساسية لزرة تومسون ان عندنا الغازات بصفة عامة في قاعدة معروفة ان جميع الغازات تحت الظروف العادية من الضغط ودرجة الحرارة تكون عازلة للقهرباء. جميع الغازات تحت الظروف العادية لغاز الاكسوجين عازل للقهرباء. لان عند غاز الاكسوجين في الجو. لو هو بيكهرب كلنا كهربنا. غاز الهايدروجين غاز النيتروجين كلها غازات ايه في الظروف العادية بتبقى ايه عازلة لايه للقهرباء. معنى الكلام ده ايه العالم تومسون استغلها زي الظاهرة بدأ يفكر يقول احنا في الحالة دهية هنقوم بتجربة هنعمل بتجربة الظروف العادية الغازات مبتوصلش كهراب طب انا استنتج ايه من كده ان هو جاب انبوبة مفرغة من الهواء تماما خلاص عند تفريغ انبوبة زجاجية من الغاز الموجود فيه فرغناها خالص يبقى ضغطها اصبح منخفض وتوصيل قطبيها قطبيها المهبط و المسعد بطيار كهرابي خلاص بمصدر للطيار الكهرابي خلاص فرق الجهد بين طرفيه مناسب فان الغاز يصبح موصلا ايه للطيار الكهرابي تاني الغازات لما يكون في طبعتها موجودة في الانبوبة ما توصلش كهرابي يعني ايه انبوبة فضية خالص وما فرغتاش من الهواء اللي فيها لو سبتها عادية وحطت عود كابريت فيها مش هت ايه مش هتشتعل لو وصلت قطبين كهربة بانبوبة فضية خلاص يبقى في الحالة دهيات برضو ما فيش توصيل كهربة ومال امتى توصل كهربة لو فرغناها من الهواء ازا انضغطها قل بقى لي المشكلة هو بس وصلتها بفرق جهد خلاص فان الغاز يصبح موصل للطيار ايه كهرابي بقى ده فكرة مين العالم تومسون ويه ده نموذج الزرة بتاعه واكتشف وميد بظهر هزا الوميد ده سماه اشعة المهبط ازا زاد فرق الجهد لغاية ما يوصل عشر تلاف فولت ينطلق سيلة من الاشعة غير منظورة ما بنشوفهاش بس بنشوفها في صورة ايه وميد من القطب السالب اللي هو المهبط او اللي بنسميه الكسد خلاص يعطي وميدا عند استضامه بجدار انبوبة التفريق بعطي ومدات كده زي انبوبة اللامبانيون الطويلة اللي بتاع زمان كانت لما تبدأ طبوز بتعمل وميد كده زبزبات ووميد هو لاحظ هزا الوميد ظهر امتى لما حط عشر تلاف فولت ما بين قطباي ايه الانبوبة وسمى هزي الاشعة او هزا الوميد باشعة المهبط اللي بنقول عليه الكسد نقول الفكرة تاني ما هي فكرة نموذج زرط تومسون الراجل ده اعتمد على الاتي عارف ان ان الغازات بصفة عامة في الجو وفي انبوبة وفي اي حاجة بدون اي تأثيرات خارجية يعني مفيش تغيير في الضغط لدرجة الحرارة بتكون عزلة ايه للقهرباء من الحتة دي بدأ يغير الظروف اللي قدامه يعني عمل ايه فرغ الانبوبة من الهوى لما فرغ الانبوبة من الهوى الضغط بتاع الغاز قل لان انا قللت جزيئات الايه الغاز في الانبوبة لان انا سحبت ايه الغاز اللي موجود فيه اما عند تفريغ انبوبة زجاجية من الغاز الموجود فيها دليل كده ايه بقى ان الضغط بقى ايه منخفضة ده اول معلومة وصل قطبي الانبوبة وصل قطبي الانبوبة بفرق جهد معين خلاص لقى الغاز اصبح موصل ايه للطيارة الكهرباء دي امر عادي خلص اهو طب اما زود فرق الجهد خليها عشر تلاف فولت ايه اللي حصل ينطلق سيلة من الاشعة غير المنظورة في ومضات في نبضات برقة تزهر من القطب السالب اللي هو المهبط او الكسد يعطي وميضا عند استضامة وقدر ايه انبوبة التفريغ واخد سمية هذه الاشعة باشعة ايه المهبط او اشعة ايه الكسد يبديد التجربة اللي هو عمل وبناء على ذلك بدأ يستنتج ايه هي اشعة المهبط سيلة من الاشعة غير المنظورة تنبعث من كسد او المهبط انبوبة تفريغ قهرابي ضغط الغاز فيها منخفض جدا ده الشرط الاولان الشرط التاني وفرق الجهد بين قطبيها حوالي عشر تلاف ايه فولت او لا تاني اشعة غير منظورة اشعة غير منظورة استطاع ان يحصل عليها حينما حينما اصبح ضغط الغاز في هذه الانبوبة التفريغ منخفض جدا خلاص ووصلناها بايه فرق جهد ايه عشر تلاف ايه فولت اخر مرة نقول له التعريف لانه مهم سيل من الاشعة غير منظورة تطلع في الصورة وميد وميد تنبعث من الكسد او الايه القطب الايه السالب انبوبة تفريغ كهرابي ضغط الغاز فيها ايه منخفض وفرق الجهد بين طرفيها او قطبيها كام حوالي عشر تلاف ايه فولتو كلمة حوالي دي مهمة عشان حوالي دي في اي ارقام بتقرب لنا الموضوع وتبعدنا عن الغلط يبقى ما اقول حوالي الساعة خمسة غير الساعة خمسة الساعة خمسة لو عد خمس دقايق الدنيا تقوم وتعد خلاص خمسة تقريبا حوالي الساعة الخامسة مفتوح قدامنا خمس دقايق بعدها وخمس دقايق قبلها دقايق جوز بدل قلت ايه حوالي وقد عرف بعد ذلك ان اشعة المهبط تتكون من دقائق اطلق عليها اسم ايه الالكترونات يبقى الاشعة الغير منظورة اللي طلعت دي سميت فيما بعد بايه بالالكترونات طيب خواص اشعة المهبط همه جدا 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 ولازم نعرفها ونفهمها خطوة خطوة اهم اهم خواص اشعة المهبط يعني لها خواص تانية كتير ولكن دي اهمه طيب كانت عبارة عن ايه واحنا بنشرحها تتكون من دقائق مادية صغيرة سالبة الشحنة تتكون من دقائق مادية صغيرة سالبة الشحنة دي رقم واحد رقم اتنين تسير في خطوط مستقيمة زيها زي الضوء لان لا خواص ايه 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 كهرومانتصي تسير في خطوط ايه مستقيمة زات تأثير حراري يعني ايه زات التأثير حراري يعني الانبوبة المفرغة دي تمواصلناها بمصدر طيار كهرابي بنمسك الانبوبة او الازازة بنلاقاها ايه في السخنية زي اللومط الكهرابة العادية الحمرة لو انا عملتها في الصيف وقدامي في اباجورة بحس بتأثير حرارة خلاص طبعا في الشتاء بتبقى حلوة بتدف المنطقة يبقى زيادة تأثير ايه حراري تتأثر بالمجالين القهرابي والايه المالاطيس نقولها اربعة تاني تتكون من دقائق مادية صغيرة سالبة الشحنة لانها الالكترونات تسير في خطوط مستقيمة لأخواص موجية زي الضوء زيادة تأثير حراري تتأثر بالمجالين القهرابي والمالاطيس ولقوا ألم ونكتبها ونفهمها الأول وبعد كده نحفظها ونسمعها عشان معاش تروح من دماغ خمسة لا تختلف في سلوكها لا تختلف في سلوكها أو طبيعتها باختلاف مادة المهبط يعني السلوك أو الطبيعة بتاعتها ما بتختلفش ما بنغير مادة المهبط أو نوع الغاز المستخدم هو هو نفس السلوك ونفس الطريقة ونفس الخواص مما يثبت أنها تدخل في تركيب جمال ايه المواد إذن أشعة المهبط دي اللي احنا بنتكلم عنها سبتة ما بتطيرش والسلوك بتاعها وطبيعتها إن هي سالبة ما بتغيرش شكلها وتقول أنها بقى موجب في وقت معين خلاص لا لا تختلف في سلوكها وطبيعتها باختلاف مادة المهبط المادة نفسها أو نوع الغاز المستخدم يبقى مادة المهبط لو احنا غيرناها ما بتطيرش سبتة سلوكها سابت وطبيعتها سبت نوع الغاز لو غيرناه غاز النيتروجين مكان هيدروجين مكان كذا السلوك هو 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 الطبيعة مما يثبت أنها تدخل في تركيب جميع المواد دي خصائص مهمة جدا 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 في ضوء تجارب التفريغ الكهربي اقترح تومسون نموذج جديد للزرة ايه هو النموذج الجديد بتاع زرة تومسون بيقول إن الزرة عبارة عن كرة مصمطة نفس كلام دالتون قبل كده متجانسة من الشحنات الكهربية الموجبة مطمور بداخلها عدد من الالكترونات مطمور بداخلها عدد من الالكترونات دي الحتة الجديدة السالبة يكفي لجعل الزرة متعدلة ايه كهربيا تاني بيقول للزرة عبارة عن كرة مصمطة متجانسة من الشحنات الكهربية الموجبة يبقى أساسها موجب خلاص مطمور بداخلها عدد من الالكترونات السالبة مساوي تماما لعدد الشحنات الكهربية الموجبة اللي جوه إذن موجب وسالب متسويين خلاص إذن يجعل ذلك أن الزرة ايه متعدلة كهربيا يبقى نموذج ذرة تونسون اختلف عن دالتون في ايه إن هو بدأ يوضح نفاها شحنات كهرباء شحنات كهربية موجبة ومطمور فيها شحنات كهربية سالبة اللي هو اكتشفها يكفي اللي جعل الزرة ايه متعدلة ايه كهربية دا كان آخر حاجة في حلقة النهاردة إن شاء الله لو ما اشتركناهش في قناتنا قبل كده نشترك في القناة ونضغط على الزر الجرس كلمة الكل عشان يوصل لنا كل حاجة ونحاول نوصل اللايقات لألف اللايق النهاردة إن شاء الله عشان القناة تكبر بكم والجميع يستفيد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش مواعيد الكيميا يوم الحد والاربع الساعة سبعة إن شاء الله ولا سنوي التانية سنوي وتالت سنوي نستر مصطفى رجب يحييكم مدينة الضميات الجديدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته